قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم والرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية الشيخ نواف سعود الصباح والوظف المرافق لهما بزيارة لمشروع مصفات ومجمع الكيمويات البترولية انجيسون الفيتنامية وذلك من ضمن جدول زيارات لكافة المشاريع النفطية الكبرى داخل وخارج الكويت وقام الهاشم بجولة بين وحدات المصفات تضمنت وحدة التكرير ووحدة التكسير بالعامل المساعد وغرفة التحكم المركزية ورصيف التصدير وتفقد عمليات المصفات بعد استكمال صيانة المجدولة التي استغرغت 49 يوما